السلام عليكم ورحمة الكرام أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الدرس المهم جدا باللغة الإنجليزية سوف نحفظ كل المعلومات من أول مرة لذا خلينا نطبق الخطوات الأساسية اللي هي لتحفظ من أول مرة كرر بصوت مرتفع خمس مرات رح نكرر العبارات كلها أنا وأنت خمس مرات حتى نتقنها بشكل جيد من أول مرة في هذا الكورس المميز أهمية مصطلحة باللغة الإنجليزية نكتب بالكراس والقلم نكتب النص والعبارات لأنها مهمة جدا للحفظ وإيضا نقوم بإجراء الاختبار السريع والمهم جدا حتى تلاحظ الفائدة اللي حصلتها خلال هذه الدقائق وتتطور باللغة الإنجليزية وتصير أفضل وأفضل إن شاء الله تمام خلينا نبدأ let's begin أول شيء مراجعة سريعة أدنا أخذنا بالحلقات السابقة هذه المصطلحات اللي هي ask somebody out, ask around, add up to something, blow up, back something up, blow something up, break down, break into, break in, break in إلها معنايين طبعا كل هذه الدروس كل هذه المصطلحات موجودة بشرح مفصل في أمثلة وفي حلقات مخصصة إلها في هذا الكورس أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية وبناءة هذه الحلقة سوف أريك أين تجد هذا الكورس بالتسلسل حتى تستفيد منه أكبر فائدة إن شاء الله خلينا نكمل عدنا أيضا كانت بالمراجعة bring somebody down الحلقة رقم 11 والحلقة رقم 12 اللي هي call around شرحناها بتفصيل وخدنا أمثل عليها وسونا اختبار أيضا اليوم عدنا مصطلح وهو bring somebody up كان عدنا bring somebody down سابقا الآن bring somebody up شنو معنى هذا المصطلح خلينا نتعرف عليه bring somebody up يأتي بمعنى يربي raise a child يربي يربي ابن يربي طفل bring somebody up وإلى معنى الثاني رح نكتشفى بعد لحظات لكن خلينا الآن نركز على اللفظ الصحيح ونسوي الخطوة الأولى هي نكرر بصوت مرتفع أنا وأنت الآن let's begin bring somebody up bring somebody up bring somebody up bring somebody up وأنت تقرأها تخيل bring somebody up يعني شخص يربي شخص طفل مثلا يربي نعم افهمها حتى تستوعبها أيضا تخيلها بذهنك bring somebody up النقطة الخامسة وصلنا الهدف نروح إلى المثال الأول على bring somebody up قبلها نأخذ كلمة repeatedly repeatedly رح تمر علينا وكلمة raise a child تمام الآن المثال الأول اللي هو she tried repeatedly to bring up the subject of money هنا لحظة اجت مو بمعنى يوربي ماذا معناها الآن لاحظ الفرق عدها معنيين إذن المعنى الثاني خلينا بالمثال الأول لكن معنا يوربي رح يجينا بالمثال الثاني she tried هي حاولت she tried tried اقرأ معي مرارا وتكرارا هي حاولت مرارا وتكرارا to bring up to bring up أن تثير الموضوع أو أن تجلب الموضوع أو أن تحرك الموضوع to the subject of money إظهارة موضوع المال إظهارة موضوع المال أو رفع للنقاش يعني جابت الموضوع ذكرته repeatedly مرارا وتكرارا حتى تثير موضوع المال تمام she tried repeatedly to bring up يعني تثير الموضوع أو تهيجي الموضوع the subject of money أوكي خلينا الآن نقرأ هناوات حتى نتقن اللفظ الصحيح ولا تنسك كتابتها بالكراس لأن مهمة جدا جدا الكتابة لك حتى تطور بلغة الإنجليزية بشكل صحيح تمام let's begin she tried repeatedly to bring up the subject of money she tried repeatedly to bring up the subject of money مرة ثالثة she tried repeatedly to bring up the subject of money مرة رابعة she tried repeatedly to bring up the subject of money تلاحظون شوية مرات تخربط بكلمة repeatedly وهذا طبيعي جدا حتى لو أنت كنت تتواجه صعوبة بهذه الكلمة طبيعي جدا عيدها عيدها حتى تنطقها بشكل صح وبالتعويض راح تكون سهلة علينا إن شاء الله she tried repeatedly to bring up the subject of money موضوع المال موضوع عن المال إذن وصلنا الهدفنا كرناها خمس مرات اكتبها الآن فيكراسك وخلنا ننتقل إلى المثال الثاني اوكي my grandparents my grandparents my grandparents brought me up brought شنو معنى brought شنو معنى brought نعم هي في الماضي فعل الماضي بفعلة bring هي brought 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 me up after my parents died my grandparents brought me up after my parents died اوكي after my parents died بعد وفاة والدي رباني او قام بتربيتي اجدادي my grandparents my grandparents brought me up after my parents died اوكي بعد وفاة والدي خلينا نقرأ هنا وانت بصوت عالي حتى نطقنها بشكل جيد my grandparents brought me up after my parents died my grandparents brought me up after my parents died my grandparents brought me up after my parents died باخر مرة my grandparents brought me up after my parents died باخر مرة my grandparents brought me up after my parents died اتهانا الآن من المثال الثاني خلينا نسوي مراجعة سريعة لمصطلح bring somebody up bring somebody up she tried repeatedly to bring up the subject of money ان تثير موضوع النقود حاولت مرارا متكرارا ان تثير موضوع النقود المثال الثاني كان عندنا my grandparents brought me up ربوني جداية ربوني قام بتربيتي after my parents died اذا خلصنا الآن المثاليا والمصطلح خلي الروح الآن الى when exam time وقت الاختبار ركز جيدا معي من الآن خلينا نبدأ بالاختبار سؤال اول fill in the following blank fill in the following blank she tried to bring up the of money she tried هي حاولت مرارا وتكرارا بالانجليزة شو نقولها to bring up the الموضوع of money شلون من الفراغات اريد تكتب لي الآن بالتعليقات رقم واحد والإجابة الفراغ الأول الفراغ الثاني تمليهم بالإجابة الصحيحة حتى تلاحظ فرق بلغتك الإنجليزية وتطورك بالإنجليزي بشكل صح سؤال الثاني translate from Arabic to English translate from Arabic to English ترجم من العربي للإنجليزي رباني او قام بتربيتي اجدادي بعد وفاتي اكتبها كاملة باللغة الإنجليزية بالتعليقات أيضا نروح إلى سؤال الثالث اللي هو read aloud اقرأ هذه الجملة بصوت عادي الآن أنا أسمعك شكرا شكرا على قراءتك وعلى محاولتك تمام الآن خلينا نقرأها أنا وأنت ونشوف ونقارن القراءة النصاحية كانت أولى إذا قرأتها بعض الشكل انتقلتها صح وإذا لا قم بتكرارها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها قبل نهاية الحلقة نروح إلى السؤال الرابع والأخير write the following word or sentence السؤال الرابع أريد منك تكتب المصطلح التالي bring somebody up bring somebody up كتب أيضا بالتعليقات كتب رقم أربعة نقطة و bring somebody up هذا اللي أريد منك تكتب ليه بالإملاء الصحيح بالتعليقات انتظر تعليقاتك وشكرا لك على المتابعة قبلها خليني أقول لك المكان اللي تلقى بيه جميع الحلقات اللي مرنا عليها بالمراجعة بالبداية تمام تروح إلى قن thing department تروح على play list اللي موجودة هنا موجودة هادة اللي عمور تروح على play list التي موجودة بلغة السودية مكتوب الإنجليزي كquiera play list تضغط عليها بعد ان تضغط عليها راح تظهر لك مباشرة الشاشة هذه play list تمام تروح على play list و بعدها تلقى هذا الأهمية مصطلحة باللغة الإنجليزية تضغط عليه راح تطلع لك الحلقات كاملة بالتسلسل بإمكانك متابعتها تحضر كراس تتدرب بكتابة الكلمات وتتدرب عليها باللفظ الصحيح حتى تتقنها بشكل جيد ومميز حتى ترتقي باللغة الإنجليزية بشكل صحيح انتظرني بالحلقة القادمة راح تكون حلقتنا الجاية ان شاء الله الحلقة رقم 14 حول مصطلح إنجليزي جديد لذا انتظرني في الحلقة القادمة قريبا جدا لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس وأيضا مشاركة هذا الدرس لجميع الناس لأن هدف في الحياة هو مساعدة أكبر عدد من الناس بتعلم اللغة الإنجليزية شكرا لك وإلى اللقاء